السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأفاضي المتتبعين الأوفياء مرحبا بكم معنا فيديو جديد وجولة جديدة وقتيرة التي سنقدم لكم فيها نبدأ وجولة أوروبية من الطراز الرفيع هذه المرة عرجنا لدولة هولندا من أعرق الدول صراحة في المستوى الأوروبي ومن خلال هذه نقدم لكم واحد المعالم خفيفة ضريفة ستسافدون منها ونرى التاريخ لها كيف يبدأ وكيف يأتي الآن لها السياح والزوار من مختلف بقاء العالم كما تعرفون عاصمة هولندا هي أمستردام ولكن هذه المرة سيذهب إلى مدينة رواتردام وهناك المعلامة التاريخية المعرفة بكونين شافنبروغ كونين شافنبروغ وهو أحد الممر تحت أرضي يعني دفع سنة 1927 كان يزمنه لباطو وكان يزمنه بطبيعة الحال السكاك الحديدية يعني القطارات بالنسبة للمعلمة الأخرى اللي هي إيراسموس بروغ داون تاون اللي بطبيعة الحال هو نفق جسر كبير جدا ومعروف على الصعيد العالمي يجو فيه الأكثر يدي المخرجين والممثلين قصده يعني التمثيل فيه وقصده صناعة أفلام عالمية وعنده الصدى التاريخي دياله صراحة تهوى متواجد في مدينة رواتردام بطبيعة الحال أما بالنسبة للمعلمة الأخيرة اللي هي نيدرلند أوفيريجسيل نيدرلند أوفيريجسيل اللي هو واحد واحد البطبيعة صغير رائع جدا تهوى متواجد في هولندا كمتاز بواحد يعني المساحة الخضراء رائع جدا بواحد يعني بواحد ممر مائي وواحد جدول رائع دي المياه اللي صراحة كيمر من أمامه فقد يعجبكم صحة الرونق دياله لأنه سوف نلقي استحسان ديالكم وشكرا المتتبعين ديالكم أنكم كتبعون دايما ونشكركم جزيلا شكر فما تنسوش الضغط على زر لايك وسبسكرايب بارتاجيهم عن الفيديو بيش يصلكم أي جديد شكرا لكم